هذا اسمه عار على التجار انه بيعملوا في اهل سكاننا هيك ايش الدعوة قلوبنا بيش مطوعانة ولا غيرك ما بنشك بلوانة يا ويلك لو خلت البطون وتلقى للمجاع عيون تلاقي الشعب كالمجنون مثل الاسود الحيرانة يا ربي اني اشكو اليك امورا انت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلده النفس تبكي يا ابن ادم النفس تبكي يا ابن ادم على الدنيا وقد علمت بان السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا الذي كان قبل الموت بانيها فان بناها من خير طاب مسكنها وان بناها من شر خاب بانيها اموالكم لدو الميرات تجمعوها وبيوتكم لخراب الدهر تبنوها اين المفر يا بطل اين المفر يا تاجر اين المفر يا فاجر اين المفر اين المفر اذا جاء الاجل يا مارق عن قبري لا تستعجب من امري بالامس كنت مثلك وغدا ستكون مثلي احنا بنطالب لازم احنا نبقى في اقرب حوج هذه الاوقات انه نتقرب لبعض ونرحم بعض ويا رب يا رب لا تعاملنا بما نحن اهل وعاملنا بما انت اهل يا رب العالمين وان شاء الله الله بخفف عننا وبزوح هذا الحرب وبزيد هذا الكل الكلام يا رب انا ضد تيخ خطوة لانه اللي اجدر ابهم اذا والتجار الكبار بدل ما تيجوا لالاضغار الاضغار لحاله بتأدب سخصيا لما كمان التعاون مع الناس بلاغة عن الناس اللي تتبيع غالي بسير كويس اما الناس يعني الضحية الشعب الغلبان احنا ضد والله الفكرة هذي لانه لازم الاصل يروحوا لالتجار الكبار مش يجوا لالناس اللي بتتفزق العشر والعشرين شيكل هذولا اليوم التاجر الكبير هو اللي بدخل البضاعة هو المسؤول عن السعر اللي تزده على السوق فالافضل بدل ما امه يقطع في بزقة الناس هذي بتتفزق شواكل في اليوم بروحوا لالتاجر الكبير اللي قاعد بتل البضايع في المخازن عنده التجار اللي بورد لمين للبسطات والمحلات الصغيرة التاجر الكبير هو المسؤول عن الغلاء ومن ثم مين البسطات الصغيرة لكن ممكن ان شاء الله تنزل الاسعار لانه يعني صاروا هما التجار وبائعي الصغار مكملي للاحتلال في تدمير ما تبقى من ايش من الشعبنا وكويس انهم مسكروا السوق لانه الاسعار غالية جدا عندنا عندك الاسعار خيالية عندنا في السوق واللي بتحكمه في السوق ولاد صغار فعشان هيك احنا عملنا الاحتجاجات هادة لتسكير السوق والاسعار غالي زي ما انت شايف يعني عشان هيك احنا عملنا الاحتجاجات هادة عشان نسكر السوق خطوة اغلاق المحلات انه اسعار عندنا اسعار خيالية فيه ناس هنا محاش توكل محاش تشرب محاش تشترم فيش سيولة محا فيه ناس محها مصانع مقتدرة الناس اللي معها بتعيش والناس اللي محاش قاعدة ميتة من الجوع فيه عندنا استغلال بالأسعار بشكل مش طبيعي أنا معها الخطوة هذه لحين ما ينزدوا الأسعار الطبيعية الرسمية عشان الناس الفقيرة هذه المتهمشة هتعيز زينا زيهم أنا بديش التاجر يعني على ظهر الشعب الشعب أساساً ميت كمان إزجادة موت زي هيك مش لازمين احنا كمان أنا بطالب مش كمان التجار بطالب كمان تبعين الغاز وزارة الاقتصاد اللي بتعطي جرر المواطن 8 كيلو لم يجي وزينها بلاقيها 7 كيلو ميتة جرام 900 كيلو مين بسرقوها ليش ما تتحاسب أول ما يتحاسب مش اللي هو التاجر يتحاسب وزارة الاقتصاد لأن وزارة الاقتصاد إلها يديه في الكلام هذا لو ما الهاش يديه في الكلام هذا ولا سعر بطلع في كل قطاع غزة كل تاجر معروف وين بحط اللي هو إبداعته مفروض اللي هو وزارة الاقتصاد تضغط على التاجر تفتح الحاصل تبعه وصفاً عنه وتنزل السعر الأساسي لأنه أنا بقول لك كيلو البندورة في الضفة الغربية بتلاتي شيكل كيلو البصل بتلاتي شيكل إيش معنى هالحين هانا بعطوني بالسعر هذا العالي ليش هو أنا لماغزة ساكن في ألمانيا ولا فرنسا ليش يدل هو وزارة الاقتصاد والتاجر ما يتعاطف مع المواطن أنا كمشرد تلات دور مهدودات إلي وعايش في الخلة أنا قاعد بطالب وزارة الاقتصاد والمؤسسات اللي بتقول لك أنا حوزة شوادر على الناس الغلبانة أني مؤسسة وسططني أنا نايم في الخلة إلي هالحين تلات شهود نايم في الخلة وداري في القصة لتنتين راحاً وداري في جبالي راحاً ولا واحد قللي إيش خس عليك أنا بنام بموت من السجعة اشتركوا في القناة